حققت مصر مكاسب اقتصادية من انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ خلال الفعاليات وقعت مصر عدة اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة كما أطلقت مع بلجيكا المنتدى العالمي للهايدروجين ثمار اقتصادية كبيرة تجنيها مصر من استضافتها لمؤتمر الأطراف الاتفاقية للأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة وبحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 190 دولة فمن أبرز تلك الثمار جاء إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته أمام المؤتمر أن ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقدمون حزمة تمويل للقاهرة بقيمة 500 مليون دولار لتسهيل انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة وعلى هامش القمة العالمية لمناخ شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء نرويج تدشين المرحلة الأولى من المشروع الأول لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي يعد نموذجا عمليا للشراكة الاستثمارية المحفزة للتنمية الاقتصادية المستدامة وعلى المستوى الأوروبي أيضا أطلق الرئيس السيسي ورئيس وزراء بلجيكا المنتدى العالمية للهيدروجين المتجدد خلال المائدة المستديرة رافعة المستوى حول الاستثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ تزامنا مع ذلك أعلنت الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية تقديم 250 مليون يورو لمصر وذلك من أجل دعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035 وخلال قمة المناخ وقعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم حول استراتيجية الشراكة للهيدروجين الأخضر ومن المكاسب الاقتصادية لمصر أيضا توقيعها عددا من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي الذي يمثل ذراعا استثمارية مهمة للدولة وتسعة مطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة هذه الاتفاقيات التي تعد ملزمة تعتبر شهادة وثيقة على قدرة مصر على جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية خاصة وأن الدولة استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتية والأساسية لتكون جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي فضلا عما قامت به مصر من تعديلات في التشريعات لتسهيل إقامة الاستثمارات المختلفة لا سيما تلك الخضراء حيث تتماشى هذه الاستثمارات مع استراتيجية الدولة لإزانة الكربون باستخدام وسائل مستدامة تفيد الاقتصاد وتضع مصر كمركز دولي للطاقة الخضراء لتعزيز الجهود للتكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية التي طالت جميع أنحاء العالم اشتركوا في القناة